أكيد جالك نقدة قبل كده اللي هو أنت مدرستش عشان تقول فكرت أن أنت تدرس؟ أدرس إيه؟ مش عارفة بس هو يعني أكيد حاجة ليه علاقة بالموضوع ده يعني أقولك حاجة 90% ما تجي تشوفي أعظم الأسامي في النقد سواء المصرية المعصرة أو الأديمة من الأول اللي كانوا بيكتبوا في الكواكب واللطاق في المصورة وكل المجالات الأديمة وبرة كمان بتلاقيهم أن أغلبهم كانوا صحفين فن يعني مظبوط أغلبهم الغالب حتى في مصر هنا ما بتلاقي حد مثلا في حد كان بيشتم عليها أصلا أو بينتقد اللي بيحصل ده وهو أصلا صحفي فني وبيطلع كنقد فني فأنا اشتغلت صحفي فني كتير بس أنا عمري ما حسبتها كده إنت عايز تقول رأيك بتقول رأيك هتتحط في حتة نقد دي بقى لما يجي يخصصو لك مثلا مكتب في الأهرام أو مثلا هتتعين مدرس في النقد إنما أنت حد بيطلع تقول رأيك هل أنا محتاجة أقدم لك مبررات إن أنا ليه طالع أقول ده حاجة كويسة أو حاجة مش كويسة ممكن يبقى دارس ومفها مش مثلا فأنا بحس إنه لا أنا مش هشغل بالي بدا أنا بطلع أقول رأيي بطريقة معينة وخلاص فيه ناس بتحبها فيه ناس ما تحبهاش لو أنا درست فيه ناس هتحبها وناس ما مش هتحبها فهي هي طيب هل جاء لك قومنت مرة ويمكن ده ممكن يكون حصل في الأول مش دلوقتي إيه بقى إنه مثلا حد قال لك حاجة دايقتك جدا أنا درجة إن أنت حسيت أنت اكتئبت آه كتير في الأول ولا دلوقتي لسه لأ دلوقتي خلاص الواحد اكتئب لا الواحد تبلد أصلا من الاكتئاب يعني اللي قابله كذا مرة أنا وراء حد دخل شتمني في كومنت وهو كان ساكن جنبي عرفتني وهو ساكن جنبي لأ معرفوش هارفتني وهو ساكن جنبي تدعملت انفتيجيشن عليه؟ آه الله لقيت في الآخر عائل صغير وبابا قال يعني هو بابا استغرب وزعق له وبتاعنا حسيت أنه إيه الحوار أنا حسيت أنه مكبر للموضوع قوي بس أنت دايقت قوي للدرجة دي آه كنت لسه ببتدي وحدش هتمني فما حسبتاش بقى إن ده العادي وساعات بقى بيبقى فيه كومنت مثلا حاجة بدايق أو إن أنت تبقى حاطة لحاجة إكسبكتيشن زعلي قوي إن أنت هتعجب الناس وما تعجبهمش دي ممكن لسهل الحاجة اللي تدايق لحد الوقت دي الحاجة اللي حد الوقت بيتدايق فبس مش قوي بقى زي زمان خلاص بس زمان بقى في الأول حد يكتب كذا حد يشتري يقولك الودة كذا حد ينتقدك الحاجة دي في الأول وبعد كده خلاص وبتطبهم عادي ما بتعملهمش مثلا مدوقع أو أي حاجة دلوقتي وأنا بقى أرى الكومنت مثلا بفلتر واللي عاجبني تمامه مش عاجبني مكاني مش فتوش أو في حاجة ممكن ما تعجبنيش بس بقى صح فحطها في حسبيتي مثلا ده اللي هو بقى اسمه النقد البناء أو أي يعني لا ممكن يبقى حد داخل مش عاجبه بسومكي يبقى عنده حق ممكن يبقى عامل حاجة سخيفة قوي فيقولي انت كذا وكذا وكذا شوف لك شغلانة تانية مثلا فشوف لي أنا ممكن الشغلانة دي ما بيتش مناسبة معي عم انت فقيت لعنده حق فحاولي ان انا اطور مثلا طيب الكومنت اللي جايلك اللي ما تنسهوش من كتر حلوته لا هو أول فيديو يعني هو دايما لما بتكسر ريكورد معين هو ده اللي ما بنسهوش يعني آه طبعا بيقى فيه ممثل ممكن يبعتلك حد انت بتحبه مثلا بتتابعه مثلا فجأة ايه هو اللي بيتابعك مين لا كتير لا فيه فنانين كتير مين قطر حد أثر فيك أثر فيه بمعنى ايه اني مبسطت قوي وحسيت اللي هو ايه ده انا مبسوط قوي ان انا جايلي كومنت ده من الشخص ده والله مش مفيه حد معين بس بيحصل كتير بس مفيش حد معين في ضلت مثلا لا ايه مش مصدق لا لسه شوي طب ردود افعل الفنانين يعني فيه وفيه فيه ناس بتزعل اه فيه ناس انا عرفت فيه فنانها مصرها شهيرة يعني مش هنقول اسمها اوكي اتكلمت عن المسلسة اللي هي عاملة في رمضان 2023 اللي هو قبل الفده عرفت من مخرجة شهيرة برضو زميلة لها انها اكتقبت بسبب كلامي فاديقت فهي قالتلي لا ما هي هي اكتقبت عشان انت عندك حق اوكي قلتلي هو العمل كان سيء وهي ما كانش راضي عنه وتفاصيل كده فاديقت اكتر حاجة دايقتني صراحة ان فيه حد بسببك اكتقب مش حد تدايق بس هي بعدها هتختار احسن برضو ممكن ممكن بس هي بس في الاخر كان السبب من العمل سيء فيه ناس بقى لا فيه ناس بتدايق وفيه ناس بتحاول تقفلك الاكاونس بتاعتك فيه ناس بتتبسط قوي فيه ناس بتهضر فيه ناس مثلا لو طلقت قلت هم سيئين يعني افتكر محمد القص مثلا فمرة تكلمت عنه في مسلسل فرام اللي فات هو اخد الفيديو بتاعي وعمل شير وقال طاهر عنده حق على فكرة انا كان المفوضة اشتعل على العربي فكل واحد رد فعله بيختلف حسب شخصيته